اذا مشاهدين الكرام مهلا ومرحبا بكم متواجدون الان في نقطة اخرى بملعب التسعة عشر مايو هنا بعنابة الملعب الذي سيحتضن لقاء الجولة تالية بين المنتخب الجزائري ونظره الطغولي وهذا بداية من الساعة الثامنة ليلا كما تشاهدون الان عمال والقائمين والمشرفين على ارضية ملعب التسعة عشر مايو بعنابة يقومون بتهيئة والقيام باخر الرتوشات الخاصة بارضية الميدان كما تتواجد معنا الان عناصر من الطقم الفني للمنتخب الطغولي وهم بصدد معينة ارضية الميدان حيث جاءوا من مقر اقامتهم هنا بعنابة من اجل معينة ارضية الميدان وتفقد معظم المرافق الخاصة بالملعب الذي هو جاهز لاحتضان هذه المباراة عند مدخل الملعب العمال بصدد ايضا تجهيز اللوائح الخاصة بالفاف والتنظيم وتجهيز كل الامور التنظيمية اما على مستوى ارضية الميدان كما تشاهدون العمال على قدم وسق من اجل اقول تجهيز الارضية التي هي جاهزة فقط هناك بعض الروتوشات الروتينية التي يتم القيام بها قبل اي مباراة رسمية كما تشاهدون حتى مدرجات ملعب 19 ماي جاهزة منظمة وما بيقية الا الجماهير تأتي وتتوافد وتشجع وتدعم المنتخب الوطني في ليلة وصهرة كروية ستكون خيالية باجواء عنابية وباجواء الشرق او جماهير الشرق الجزائري التي لن تخيب التي ستأتي من قلمة صغهراس من عنابة من قسنطينة من سطيف من كل الولايات خاصة وهم متعطشون لرؤية زملاء رياض محرز امامهم وبما ان المدخب الوطني سابق له وان خاض مباريات هنا ودية على ارضية ملعب 8 ماي بعنابة بما ان كل الامور تنظيمية جاهزة الامنية والعمال بكل لمهامه يقومون بالمهام المنوطة والمطلوبة من المهدم من حاجة لوضع المنتخب الوطني في احسن الظروف وضع المناصرين في احسن الظروف وتقديم احسن واجمل صورة عن هذا البلد بما ان مباراة المنتخب الجزء اصبحت متابعة عالميا وتحضى بتغطية اعلامية واسعة اذا من اجل الختام كل الامور التنظيمية جاهزة وارضية الميدان تبدو في ابها حلة لها خاصة وان العمال يقومون الان بقص اخر العشب ونزع كل العشب الزائد كما قال لي المشرف على هذه الارضية اذا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني كان معكم نزيم قاضي من عبدالباسط عبدالباسط طوبا نلتقي وإياكم في نقاط اخرى وفي مواعيد جديدة زيرتوب اول قناة الكترونية في الجزائر